عادت موجة الاحتجاجات والاضربات الى قطاع التربية وعادت معها لائحة المطالب الى الواجهة لكن هذه المرة جمع اساتذة الاطوار الثلاث كل المطالب دفعة واحدة في المرسوم الرئاسي عندنا كذلك المهام الغير بوداغوجية اعفاء الاستاذ يعني نوفر الاستاذ قاعة اساتذة يقدر يعني يؤدي فيها المهام يعني لكي يكون خارج القسم عندنا تفاعد المرسوم المرسوم العفو التقاعد النسبي للأستاذ اليوم يعني كين اساتذة رغم من تسعينات ما زلهم داخل القسم انه هناك مطلب يعني تعتقلص الحجم الساعي وتعديل المناهج يعني لكل شيء ما يخص بالمدرسة والتلميذ والاستاذ فالاستاذ الآن يطالب برفع اجوره ويطالب بتحسين القدرة الشرائية كما يطالب ايضا بتوحيد التصنيف بين كامل اطوار رفع الغبن على المدرسة الابتدائية فك الارتباط بين مدرسة الابتدائية والبلديات وإلحاقها بوزارة التربية ولكن نحن اليوم نركز على القدرة الشرائية التي خرج من أجلها عمال قطاع التربية ليران في الميدان وران في الشوارع يطلبوا في حقوقهم اليوم ننتظر قرار جريء من السلطات العليا للبلاد باب الحوار كان ولا يزال مفتوحا والوعود كانت منها شفاوية وأخرى كتابية لكن الملموس وحسب أهل الميدان لم يتم تجسيد أي مطلب ما لازمش نلوم الأساتذة نقول لهم عليش ما حبستوش الإضراب لأنه رئيس الجمهورية دخل ويعدكم بفتح قنوات الحوار أصلا قنوات الحوار عمرها ما كانت مغلوقة قنوات الحوار كانت مفتوحة المشكلة هو في تجسيد هذا المطالب هنا يكمون الخلل الأساتذة الآن يطالبوا بحجة من الموسى ملف القانون الأساسي يعني بالعبارة العامية جابوا بين الوقت ثلاث سنوات أكثر من خمسين لقاء ونقاش مفتوح وفي النهاية ملف القانون الأساسي غير موجود على مستوى الوظيفة العمومية إلى أين نسير يفهمون من الشراكة هو أن تلتقيه وربما تأخذ معه صورة وانتهى الحوار فيظهر للرأي العام أن الحوار موجود تراكمت المطالب على طاولة محمد وجعوت واختلط الحابل بالنابل خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية فكيف سيتمكن من امتصاص غضب أكثر من 800 ألف موظف في القطاع في أيام معدودة فقط